الاخر هدف ده جابه ايمن شوقي في كأس مصر 92 بنتمنى الشفاء لأيمن شوقي نجم النادي الاهلي الموجود حاليا في الولايات المتحدة استاذ احمد روح الفن الله الحمراء حقيقة وصر يمتلكه الاهلي فعلا يعني هو طبعا مش يعني مش بالزبط كده روح الفن الله الحمراء الفن الله الحمراء لا تؤثر يعني هو بس احنا بناخده كده كمصطلح لكن هي طبعا ثقافة فوز فيه ادارة منظمة فيه لعيبة رب بتربية معينة في النادي الاهلي معروف ان في النادي الاهلي عندهم يعني المكسب عندهم البطولة ما عندهمش فكرة الاداء الجيد ما عندهمش التمثيل المشرف ما عندهمش بعض المصطلحات التفشيلية أو المصطلحات اللي هي الاعلامية اللي هي يعني تبرر الهزيمة الاهلي عنده طول عمره بيلعب على المكسب بيلعب على الفوز بيلعب على البطولة الهدف بتاعه بيبقى داخل وهو عشان يحق بطولة مش داخل عشان بس يبقى متواجد يعني احنا بنسمع كتير قوي يقولك المهم ان الفرقة تشارك في البطولة التواجد الافريقية التواجد والتمثيل العربي ده ثقافة الفشل لكن الاهلي طول عمره عنده ثقافة الفوز لكن الاعلام طبعا عشان يعني يوجد مصطلح لهذا المصطلح فسماء روح الفن الله الحمراء عموما استاذ احمد نحو مزيد من الغرائب الاهلي كسر كل القواعد في البطولة دي حطم كل يعني بيقولك جمهور هو سر الفوز جمهور غاب عن كل الماتشات ثبات التشكيل وجود النجوم والأسلين الاهلي لعب تقريبا بنصف عناصره او اقل الاستقرار في الادارة الادارة تغيرت مرتين استقرار في المدرب محمد يوسف وبعدين فتح مبروك وبعدين جريده التحكيم ظلم الاهلي جدا 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 لكن اللي اغرب من ده كله عدد مرات الهزيم بتخسر ست مرات وتكسر بطولة ده معقول ده معقول استاذ احمد حاجة طبعا يعني غير منطقية من ناحية النظرية لكن الحقيقة يعني اللي حصل عن نادي الاهلي وعلى فكرة الاهلي يمكن تعرض لمواقف مشابهة كتير يعني مثلا في الدوري الممتاز اعتقد من موسمين فاته كان زمان متقدم ست نقطة كان فارق لا ده وصل احيانا الفارق ال 11 نقطة ده التسان 97 13 نقطة وقدر يعوض هذه الفارق ويحقق البطولة زي ما بقول لحضرتك كده فكرة ثقافة الفوز وفكرة الهدف التحقيق الهدف والسعي الى الهدف والصراع على الهدف لاخر لحظة واخر نفس هو ده النادي الاهلي اللي بيفروق عن اي حد وبيفروق عن اي نادي وبيخليه يقدر يحقق الفوز في اوقات تكون عصيبة ويكاد يكون فيها فقد الناس الامل فيه بيجي الاهلي ويمكن شفناها في بطرات افريقيا على وجه خصوص في التأرير اللي احنا شفناه من شوية ده